هنتكلم في المحاضرة دي على الترانسبورت نحن نتحدث عن الترانسب أول حاجة نتحدث عن بعض الديفنيشن أول حاجة نتحدث عن بعض الديفنيشن أعاني بعض الحاجات التي نحتاج بعد كده نستعملها في الديفنيشن أول حاجة هي الـ Flow Rate أو Volume Flux أو Volume Current أول حاجة نتحدث عن الديفنيشن و الوحدات تبقى الحاجة نفسها Per Unit Second فمعنى كده لو أتكلم أننا مثلا فرضا Total Volume يبقى لو أتكلم على total mass يبقى معنى كده هتبقى كيلو جرام per centi per second لو أتكلم على أي حاجة لها وحدة معينة بيبقى الوحدة موجودة Per Unit Second فباسيكلي هنتكلم هنا على Flux معناها أن هنا حاجة Per Unit Time ممكن نلاقي زي ما بنكلم Mass Flux هيبقى الوحدات بتاعته كيلو جرام per second أو Particle Flux نتيجة أن Particle ملهاش وحدات هتبقى يعني Second minus One لو نتكلم على Particle Fluence أو بكلم على كلمة Fluence عموما هو Number of Particles transported Per Unit Area Across an imaginary surface يعني هنا نتكلم على حاجة Per Unit Area مش زي ما كنا نتكلم على Flux Per Unit Time فباسيكلي هي عبارة عن حاجة على ميتر سكوارد يعني حاجة على على الوحدات بتاعته لو بكلم على مثل على Volume Fluence الفوليوم الوحدات بتاعته ميتر كيوبد فمعنا كده تبقى ميتر كيوبد times ميتر مينس 2 يبقى معنا كده في الوحدات بتاعت الوحدات ستبقى ميتر لو بكلم على مثل Mass Fluence يبقى بكلم على كيلو جرام ميتر سكوارد أوكي لو بكلم على حاجة بقى اسمها Fluence Rate أو Flux Density دي حاجة بقى بتجمع الاتنين مع بعض amount of something transported across an imagined surface per unit area per unit time يعني عندي الاتنين مع بعض دلوقتي يعني الوحدات بتاعتي هتبقى حاجة على unit area على time أوكي يعني لو بكلم مثلا على Mass Fluence Rate أو Mass Flux Density يبقى معنا كده تبقى كيلو جرام ميتر منس 2 second منس 1 أول حاجة مهمة أنا عملها Derivation في المحاضرة دي هي Continuity Equation Continuity Equation بتاسم بتاسم that we deal with substances that do not appear or disappear يعني معنا كده انها Conserved طبعا دي كلها جاية من يعني Consequence conservation of mass أو conservation of energy basically يعني لو بكلم على Mass بكلم على conservation of mass أوكي فconservation of mass هنقدر نعمل بها Derivation لل Continuity Equation اللي احنا بنتكلم عليه هذي انا اتكلم على Continuity Equation في الone dimension وابعارف ان انا في منطقة البساطة لو انا عاوز بس هتطبع نفس الحاجة هي هي الone dimension دي اطبعها في three dimensions عشان نفهم ال Continuity Equation هنتخيل برضو مثال محدد ونتجد نتكلم عليه فهنحط موضل بسيط كده ان انا عندي فيه عندي unit volume بالشكل ده كده في عندي flux جايلي من هنا J وخارج من هنا J of x plus delta x يعني فيه هنا مسافة delta x هو يعني داخل من هنا J of x و T ويخرج من هنا J of x plus delta x و T اوكي نقطة دي اكس ونقطة دي اكس ونقطة دي اكس بس دلتا اكس اوكي انا بكلم على J ده هو flow rate يعني ده J particles per unit area per unit time اوكي فالvalue of J may depend on the position يعني معنى كيف تتغير مع ال position بتاعي فباسيكين عايز اتكلم على ايه لا يحصل جوه هنا بقى اوكي فانا بكلم على ان عدد ال Particles الموجود عندي هنا at time T هو عبارة عن N of x and T اوكي وبعد دلتا T هيتغير هيبقى دلتا N فعايزين دلتا نحسب دلتا N دي هتساوي كم علشان نحسب دلتا N بتاعتنا هنلاقي ان ايه عبارة عن flux density اللي هو flow rate اللي داخلي هنا اللي هو J of x and T minus J of x plus delta x and T اللي هو الحاجة اللي داخل نقص الحاجة اللي طلع وطبعا زي ما احنا عارفين الوحدات بتاعت flow rate هي عبارة عن particles per unit area per unit time فعشان نحسب عدد اللي في دلتا T اكيوميليتد جوه هنا هيبقى عبارة عن نفس الحاجة دي هي بالضبط الدلتا دي بالضبط مضروه في S مضروه في دلتا T عشان اشيل الوحدات بتاعت per unit area أو per unit time اوكي فعشان نبسط الاكويتين دي اكتر شوية هنتذكر من basic calculus ان احنا لو خدنا J of x and T minus J of x plus delta x and T ده عبارة عن partial minus partial j partial x احنا نفكين طبعا الاكويتين بتبقى بالعكس اللي هي الاكويتين بتاعت derivative بتبقى بالعكس بس هنا العكس ده هيبقى بنسبة لنا عبارة عن negative sign هنا اوكي فطبعا عشان برضو يعني مفروض يبقى فيه delta x تحت واخد الليمت لما delta x تروح للصفر فهضرب في delta x برا وهقسم عليها تحت هنا بحيث ان يبقى ايه ما بقى ايه حاجة تغيرت فهاخد الكلام ده بقى هنا وابلاجت in في الاكويتين بتاعت delta n هنا اوكي فلما اجابوس بقى الاكويتين بتاعت delta n هلاقي ان هي عبارة عن n at x t plus delta t minus n of x and t اللي هي عبارة عن delta n دي اللي احنا كنا بنكلم عليه اللي هي partial n partial t delta t اوكي يعني بمعنى ان انا برضو ممكن اخد نفس الاكويتين دي اعملها نفس الحاجة اللي عملتها هنا بالظبط هضرب تحت هضرب فوق تحت في delta t واخد الليمت لما تي بتروح للصفر فهلاقي برضو انها عبارة عن partial n partial t في delta t لو خدت بقى الاكويتين دي والاكويتين دي وحطيتهم هما الاثنين بقى بيساوي بعض ده نتيجة لان هما الاثنين هما بيعبروا نفس الحاجة بس انا هسيبهم من حاجتين مختلفتين هلاقي عندي ان partial n partial t بيساوي minus s delta x partial j partial x طبعا هعندنا الجزء اللي هو اللي بره ده ده بيعبر لنا عن ايه بيعبر لنا عن الفوليوم بتاع الايه يونيت فوليوم بتاعتي بتساوي كام اوكي فانا ممكن بقى اخد n على الفوليوم وخليها بعد كده تبقى ايه تبقى concentration c اوكي يبقى الاكويتين بتاعتي تبقى الاكويتين بتقولي ان partial c partial t بتساوي minus partial j partial x تاني الجزء دوت احنا هنا في الاكويتين دي جبنا دلتا n بطريقة وجبناها بطريقة تانية اوكي وسوينا الاثنين ببعض اللي حصل هنا عندنا الاكويتين كلها في partial n partial t انا عايزها تبقى مش partial n انا عايزها تبقى اتلوقتي تبقى partial حاجة تبقى قد رأيسها حاجة تبقى مور يعني common للناس اللي هي تتعاملها عن number of particles فانا هاخدها اسم الان دي على s delta x هي عبارة عن الفوليوم بتاع unit volume اللي كنت بتكلم عليه هنا دوت فمعنى كده n على v اللي هي عبارة عن concentration number of particles per unit volume ده concentration فمعنى كده الاكويتين بتاعتي اللي هي final form بتاع هو عبارة عن partial c partial t بتساوي minus partial j partial x لما نيجي نتكلم بقى على الحركة بتاعة اللي موجودة جوه solvent في عندنا نوعين من الحركة ممكن ال solvent ده او ممكن اللي موجودة جوه fluid تتحرك بيها الحركة الاولينية تعتبر حركة deterministic او حركة مبنية على ان particle z دايبة في fluid ده او جوه في solvent ده فلو solvent ده نفسه تحرك هي بقى هي بتتحرك معا فباسيكلي يعني اكلم على particle z by the solvent يعني بتتحرك يعني هو بيحملها ويمشي بيها فلو انا انت خيلت ان solvent دوت volumetric flux هو jv يبقى معنى كده j solvent rag بتاعي اللي هو بتاع البورتيكلي اللي دايبة فيه هتبقى بتساوي concentration times j لو احنا نتخيلها اكتر شوية دي عبارة عن volume of solvent pair unit area per unit time ودي انا عاوزها number of particles per unit area per unit time فلاقي ان احنا عندنا c هنا هتعمل لنا الconversion من دي لان هي عبارة عن particles per unit volume per unit solvent volume فمعنى كده لو انا بتكلم على solute اللي موجود عندي ده هتبقى js بتساوي concentration times a solvent الحالة التانية اللي بيحصل فيها motion دي بتبقى random ودي بتحصل بقى كل particles اللي موجودة عندي سواء في الهواء سواء في المية اي حاجة لها particles موجودة دايبة في حاجة او موجودة في مكان او molecules عموما هنلاقي ان احنا الحاجات دي كلها بتتحرك ببراونيان موشن براونيان موشن هي باسيكلي جاية من الابليكيشن او thermal equilibrium at temperature T هنلاقي فيها kinetic energy in one dimension بتاعة البارتكل اللي بتحرك دي حاجة ثابتة بتساوي Kb في T على 2 زي ما احنا بنشوف هنا ال kinetic energy لايسى لها اي علاقة خالص بالvolume او الحجم بتاع بتاع البارتكل اللي بيتحرك دوت لو بكلم على 3D لو بكلم على الحالة كمعبودة في 3D هنلاقي ان هي 3x الone dimensional case فهنلاقي انها 3Kb في T على 2 فمعنى كده هم نتكلم على random motion دي معناها ان المين فلاسطي بتاعتي بتساوي 0 المين فلاسطي معناها ان انا ممكن اكون بتحرك في اي اتجاه اوكي؟ يعني ممكن ان انا تكون اتحرك ناحية اليمين زي ناحية الشمال وفوق زي تحت نفس لو حسبتها مع الوقت الافراج بتاعي بيساوي 0 اوكي؟ فلو اتكلم بقى على الكنيتك انرجي نفسها بتساوي كم؟ الكنيتك انرجي definition بتاعها عبارة عن 1.5 في mv squared average الافراج مين سكوار بتاع الفلاسطي بتاعتي فعشان كده المين سكوار ما هواش بيساوي 0 اوكي؟ المين بتاعها هو اللي بيساوي 0 انما المن سكوار ما بيساويش 0 فمعنى كده هلاء عندي ان 1.5 mv سكوارد بيسوي تلاتة كي بي في تي على اثنين يبقى معنى كده في رمس بتاعتي اللي هي الروت مين سكوار فيلوستي بتاعتي هي عبارة عن سكوار روت او في سكوار مين سكوار يبقى بتسويه تلاتة كي بي في تي على ام يعني معنى كده هلاقي ان انا عندي كاريتك ادرجي سابتة بس هنا بقى هلاقي ان السرعة نفسها بتتغير بتغير الماس بتاعت الايه بتاعت البورتكل داو يعني لو في عندي بورتكل الماس بتاعته كبيرة هلاقي ان صراعيته اقل لو البرتجر بتاع الماس بتاعته صغيرة يبقى الماس بتاعته الفلوسي بتاعته هتبقى اكتر كامثلة على كده هنبص نلاقي ان احنا مثلا الهايدرجين مثلا موليكيول بتاعي هلاقي ان صراعيته الـ VRMS بتاعته بتبقى ألف سوائة واربعين متر ساكند في حين انا لو بسط بسط على الاي كولاي فيروس هلاقي ان صراعيته اقل بكتير جدا يعني حاجة بتبقى كبيرة جدا وبكلم مثلا عن توباكو موسايك فيروس بتكلم على 0.4 متر ساكند بتكلم على يعني مثلا بتكلم عن هي موجلوبين مثلا بلاقي ان هو 11 متر ساكند فعلى حسب حجم الموليكيول نفسه حسب الموليكيول بتاعه او الماس بتاعه هلاقي ان انا السرعة بتاعتي بتتغير حسب التغير بتاعي بتاع الماس دو بس نكيب ان كيناتك انج بتاعت كل دول هي واحدة كيناتك انجش بتاعت كل الحاجات المختلفة جدا في السرعة دى كلها الحقيقى ان احنا ن Whatsip بتاعتمد بس على temperature نمتدي دلوقتي نتكلم على الحاجة الاساسية اللي احنا عايزين نوصلها هي موضوع diffusion اول حاجه في diffusion ناس بتا мод Are のut هي random movement of particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration فمعنى كانت من يتكلم عن ان المعروف الاستمرار الان وهو فعليا بيبقى الزلوان يعني هم دول بيضايبين في الزلوان هنا ودول بيضايبين في الزلوان هنا وال 2 solvents اللي مواجهين دول مواجهين بيتحركوا يعني دول إترسط يعني نتكلم عن حركة للبارتكال الموجودة بدون حركة الزلوان الموجود فهنا هنا بتخيل ان فيه عندي 2 compartments زي ما انا شايف كده A و B وفيه بينهم هنا حاجه زي semi-permable membrane السمي فيرمان الممبرين ده بيسمح ان البارتيكل دي تتحرك من هنا هنا ومن هنا الهنا بس السولفانت ما بيتحركش احنا ممكن نفكر فيها كالادي لو احنا بنفكر في براونيان موشن براونيان موشن معناه ان الحركة بتاعت البارتيكل دي بتبقى في جميع الاتجاهات بتبقى راندم فلو احنا بنتذكر الكلام اللي احنا تكلمنا عليه في شابتر 3 كل واحدة من البارتيكل دي لقى احتمالاتنا هتكون هنا او هنا فهننتخيال ان كل البارتيكل موجودة هنا وكل البارتيكل موجودة هنا لا احتمال انها تتحرك ماHhor من اليمن للشمال زى احتمال انها تتحرك ماHhor تحمل انها من اليمن والجمار الموحيد ان ت throwing all the particles او نيت فلو من الجزء الجزء الثاني هتخاني فيه عندنا هنا كام واحد احتمال يتحرك من اليمين للشمال وكم واحد احتمال يتحرك من الشمال اليمين لو احنا بنفكر كده ان احنا عندنا كل واحدة من اليمين للشمال والشمال اليمين لاحظة 0.5 يعني الاحتمال بتاع ده زي ده بزبط عشان يبقى في الاخر average velocity بتاعتي تسوي صفر يبقى معنى كده ان عندي هنا عدد من البرتكلز اكتر بكتير قوي الاحتمال يروح من هنا لهنا عن الاحتمال اللي يجي من هنا لهنا لو تخيلت نص دول هيروحوا من هنا لهنا ونص دول هيروحوا من هنا لهنا يبقى معنى كده في الاخر هيحصل نيت فلو من هنا لهنا نيت فلوكس هيحصل ان فيه عدد من هنا اكبر دخل هنا على العدد اللي من هنا اكتر دخل هنا فباسيك لو احنا نتخيل ان احنا عندنا السوليوت بتاعي فقام الكنسنتريش بتاعي القدد يرضي هنا بالزبط يبقى معنا كده هيبقى في عدد يروح من هنا الهنا زي العدد هيروح من هنا الهنا فما فيش اي حاجة هتحصل انما لو كان في عندي هنا عدد اكبر زي ما كنا بنتكلم من شوية نتيجة الـ brownian motion العدد هيبقى من هنا الهنا هيبقى اكبر من عدد بيخش الهنا الهنا فمعنا كده يحصل نتيجة الكده نتفلوكس النتفلوكس ده امبيركلي كده ناس اللي عدته بيبقى بالشكل ده Jx ,JX ,التجاه الـ x هو بيساوي منس D في Partial C Partial X يعني ايه Partial C Partial X؟ يعني انا عندي هنا تغير في الكونسنتريشن مع المسافة يعني هنا فيه Concentration أكبر من هنا يبقى معنى كده Partial C Partial X دي باباوزيتف فمعنى كده لو دي باباوزيتف من هنا لهنا يعني في الاتجاه الي هو X دو الجي اكس اللي هو الفلوكس بتاع الـ x هنا الفلوكس بتاع X بالنسبة لهنا هيبقى ناجتف دي ده constant بسميه diffusion constant اللحظات بتاعته meter square per second التوتال ده هيبقى ناجتف يعني الفلاكس ده هيبقى ناجتف ناجتف معناها ايه؟ معناها ان الجزء اللي ناحية الشمال ده هيفقد مش هياخد particles الجي اكس لما يكون ناجتف يبقى معنا كده انا بفقد particles مش باكملات particles نفس الحاجة بالضبط نفس الفوم بتاع الفيكس فرس لو اللي هو الفكرة البسيطة جدا دي ممكن نلاقيها في حاجات كتيرة جدا ممكن نلاقيها في داسيبلينز كتيرة جدا ممكن نلاقيها في particles ممكن نلاقيها في mass ممكن نلاقيها في heat يعني ممكن نسمع على حاجة اسمى heat diffusion equation بنفس لكون بالضبط يعني 와 ممكن نتخيل اننا زي ما بنتكلم على particles زي ما بنتكلم على mass زي ما بنتكلم على heat يعني energy زي ما بنتكلم على electric charge فكلام دة كله له Applications واضحة جدا وهنشوف alltid كده هنشوفه color diffusion equation دي هنشوفه في كذا ديسيبلين بعد كده طيب عشان بنبتدي نفكر احنا دلوقتي الفرسلو قال لنا ان احنا دلوقتي لما بيكون في عندنا فرق في الكنسنتراشن اللي بيحصل بيحصل فلاكس او بيحصل يعني ميجريشن من البرتكالز في الجزء اللي فيه هاير كونسنتراشن الجزء اللي فيه هاير كونسنتراشن طب دلوقتي احنا عايزين نعرف الكلام ده ياخد وقت قدقي مثلا عايزين نعرف لو احنا عايزين نحسب at any given time الكنسنتراشن هنا كام وهنا كام نقدر نحسبهم الفرسلو ما يسمحليش ان انا اعرف الكلام ده هو بس بيؤكد لي ان انا هيحصل نيتفلو لغاية لما التو كونسنتراشن دلتا البارشل سي بارشل اكس ده يسوي صفر اوكي فاحنا دلوقتي عايزين نمرج بقى حاجتين مع بعض عشان نطلع حاجة اسمها الفيكس ساكند لو اوكي الحاجة الاولين هندخلها معانا في الاكواجين هي الفيكس فرسلو دلوقتي الفكرة بسيطة بتاعت الفلكس نفسه بيساوي ايه as a function of concentration difference وهنضيف عليها بعد كونتينيوتي اكواجين اللي احنا عمل لانا دريفاشن في الاول اللي هي البارشل سي بارشل تي بتساوي مينوس بارشل جي بارشل اكس لو فكرنا ليتو اكواجين دول عايزين نعمل لهم ميرجنج مع بعض ازاي زي ادخل دي في دي ممكن نفكر في المنطقة البساطة نحنا ناخد الجي اكس اللي موجودة هنا دي نعمل لها بارشل 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 اكس يعني اخد لها الـ derivative with respect to اكس ونساوي بقى الجزء ده بجزء ده يعني هيبقى عندي هنا بارشل جي بارشل اكس فاخد دي اعوى بيقى هنا فهنشوف الكلام ده كده بنعمله ازاي زي ما احنا شوفنا كده هناخد الـ derivative بتاعنا يبقى معنا كده يبقى عندي بارشل سي بارشل تي مش بتساوي بقى مينوس بارشل جي بارشل اكس لان هنحوى بيقى بقى بالـ derivative بتاع الفيكس فرسلو فألاقي انها بتساوي دي في بارشل سكوار سي بارشل اكس سكوارد اوكي فتا طبعا بيتكلم على الوان ديمانشن كيس لو في ثري ديمانشن كيس طبعا بيبقى في عندي لو في عندنا ديمانشن في ثري ديمانشن بزوي بقى كل واحدة من ديمانشن اللي بيحصل فيها ديمانشن بس خلينا نفكر اول في الكيس بتاع الـ one dimensional case عشان هي دي الحاجة اللي هي هتفاهمنا الدنيا اكتر شوية وجنراليزيشن بتاعها الثري ديمانشن ما هواش صعب فهدفنا دلوقتي نحن نحاول نحل بقى الـ fixed second law دي نحل الـ equation دي the equation بقى as a function of x and t يعني دلوقتي لما باجي احسب الـ concentration بتاعي من حل الـ differential equation دي او حل الـ partial differential equation دي هيتلاعلي الـ concentration as a function of space x with time t لو احنا حلناها الحقيقة في طرق كتير الحل لها بس خلينا نكلم على substitution يعني فيه طريقة بسيطة جدا نحن substitute حل كده ونشوف اذا كان الحل ده حقق ولا لا فالحقيقة الناس لقيت لو اوضت بالحل اللي هو بالشكل ده بالـ formula دي هقدر لقى ان في الآخر الحل بتاعي ده بيحقق فعلا الـ concentration of x and t بيساوي حاجة شكلها جاوسيان بالمنظر ده كده واللي بتغير فيها as a function of time هو الـ variance by Gaussian curve دوت اوكي فهو الـ variance by Gaussian curve ده هنلاقي ان هو الـ equation بتاعتنا تلاقي بيتساوي اتنين دي تي لو ديفيجان constant بتاعي times t زائد sigma square of zero sigma square of zero دي يعني معنا كده ده الـ initial concentration variance بتاعي شكلها عملي ازاي لو تخيلت مثلا انا حطيت نقطة سكر مثلا جوا fluid يبقى معنا كالـ delta اللي هو الـ variance بيساوي صفر اوكي لان هي فعالية مركزة في نقطة محددة اكي ان عندي impulse كده والباقي كله مفيش شي حاجة خالص اوكي فالكيرف بتاعي باقي اللي بيحصل فيه مع الوقت ان انا يعني لو تخيلت مثلا تريت انا بالكيرف اللي هو اللي هنا ده كده مع الوقت الكيرف ده ده بينزل والـ variance بيزيد يبقى معنا كل الكيرف بتاعي في الاخر بيوسع اوكي يعني لو تخيلت انا مثلا حطيت مثلا سكر في كوباية في مكان معين هلاء ان الـ concentration بتاعه فيه يبتدي الـ وفي الوقت نفسه في الباقيات الكوباية يبتدي بقى السكر ده موجود اوكي لو تخيلتها كده انا في الاخر هنضب ان انا عندي concentration uniform في كل حتة وما بقاش فيه عندي peak في مكان معين موجود عندي اوكي فممكن اتخيل مثلا من الـ equation دي ان انا عندي سرعة الحركة او سرعة الـ diffusion بتاعتي لو تخيلت ده الـ front بتاع الـ diffusion بيوصل غاية بيوصل امتى يبقى معنى كده اتخيل ان هو ده الوقت اللي بياخده الـ diffusion عشان يقدر يوصل لمكان معين يعني لو فرضا ان الوقتي قلت ان sigma square of zero دي بتساوي زيرو عايز اعرف ان diffusion هيوصل لمسافة مثلا بتساوي مثلا 2 سنتي امتى يبقى ممكن من الـ equation دي لا بدلالة الـ diffusion constant انا عارفه ممكن احسب الوقت اللي فيه يوصل لـ 2dT ده يساوي 2 سنتيمتر طبعا نلاحظ ان السيجما square دي وحداتها سنتيمتر مش وحداتها ايه؟ مش وحداتها حاجة تانية يعني لو احنا بصلنا على الـ equation فوق دي لازم من حاجة اللي فوق في الـ exponential curve ده في الـ Gaussian curve دوت هنلاقي ان الـ x square دي لازم يبقى منقابلها تحت حاجة لها نفس الوحدات عشان يبقى الـ 2 في الاخر dimension يعني دي على دي تبقى dimension الـ application تبقى الكلام ده كتير الحقيقة جدا يعني ممكن نتكلم فيه على الـ kidney dialysis او tissue perfusion او blood oxygenation in the lungs في الاخر هنلاقي عندنا المسألة بتعتمد على ان احنا بيعني بندرس الـ diffusion بتاع particles او بتاع مثلا molecules مثلا فيها oxygen او بتاع oxygen molecules مثلا لو كلم على perfusion او بتكلم على oxygenation في الـ lung في الاخر بيلاقي ان احنا في الاخر بندرس بنفس الـ fixed first law والـ fixed second law بهيس ان احنا نحسب اذا كان فيه هيحصل diffusion او لا واذا كان هيحصل هيوصل في الاخر يبقى الـ concentration هنا وهنا بيساوي كام وممكن نحسب في نفس الوقت امتى الـ concentration هتبقى قد بعض او امتى هوصل الـ steady state بدلالة بقى ايه الحل اللي احنا حلناه بتاع الـ fixed second law في بعض المسائل اللطيفة جدا حقيقة بتـ apply على نفس الافكار اللي كلمنا عليها في المحاضرة دي هتلاقوا على الـ website تحت الـ course website بتاع الـ physics وهنلاقي الحقيقة ان احنا فيها بعض الحاجات اللي ممكن تبقى very practical يعني جزء بتاع مثلا الـ perfusion بتاع الـ tissues او الجزء بتاع مثلا زي اللي في الـ alveoli بيحصل يحصل الـ transportation للـ oxygen من الـ alveoli للـ caballages الموجودة ونقدر ندرس مثلا اذا كان فيه اي مرض ولا حاجة ممكن زي يؤثر لها حاجة زي كده كل الكلام ده الحقيق اللي قدر نعمله بدلالة الـ fixed first law الـ fixed second law اللي احنا كلمنا عليهم في المحاضرة دي المحاضرة اللي جاية بدلت نتكلم على الـ transport في بعض الـ membrane اللي هي في بعض الحاجات ما تسمحش انها تعدي يعني بيبقى فيها selective permeability بحيث ان فيه حاجات تقدر تعدي وفيه حاجات ما تقدرش تعدي كل الكلام نتكلمنا عليه النهاردة كان بيتكلم على ان عندي semi permeable membrane بيسمحلي ان كل الـ particles تتعدي زي ما هي عايزة فالمرة اللي جاية نتكلم على حاجة هتوصلنا في الاخر الـ concept بتاع الـ osmotic pressure ويبقى بعض الـ applications المهمة جدا برضو في الـ biomedical engineering ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا